مجلس دارة الاهلي كمان كلف الكابتن او السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي بترقص بعثة الاهلي الى السودان البعثة اللي هتسافر الخميس لملاقات الهلال السوداني بعد ظهر السبت ان شاء الله 8 فبراير في الجولة التانية لدور المجموعات الافريقية الاهلي كان تأجلت له مباراة القطن الكاميروني في الجولة الاولى جهاز الفني بعد العودة مساء امس من المغرب منح اللعيبة راح المدة 48 ساعة ويستأنف الفريق تدريباته الاربعاء الحقيقة مباراة مهمة مباراة في التحية على ملعب الهلال الشقيق طبعا الجولة الاولى يعني الهلال اللعب هو صندونز كسب الهلال فالاهلي فاته ان يلعب دي الجولة لانه كان في كأس العالم ولكن تشعر ان التحضير يا استاذ ابراهيم لهذه المباراة كان يشغل بال الجهاز الفني واحنا هناك حتى في التشكيل يعني انت بتلعب مباراة حاسمة ولكن دايما عين الجهاز الفني انه داخل على تحديات خطيرة جدا جدا فكان في حرص على الروتيشن زي ما بقولوا والتغييرات والتوزيع المجهود اه وتوزيع المجهود حتى في طريقة اللعب وبعدين انت جيت منح الفرقة 48 ساعة مش قلمت كده اشتركوا في القناة